موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير على كل متابعي قناة الفلوجة الفضائية في حلقة جديدة برنامج اسأل طبيبك هل شعرت يوما بآلام في البطن تأتي وتذهب دون سبب واضح؟ هل تعاني من مشاكل في الهضم بشكل متكرر دون أن تفهم السبب؟ قد يكون سبب هذه الأعراض الغامضة هو جرثومة المعدة التي هي عدوى تسببها بكتيريا تعيش في بطانة المعدة قد تكون الإصابة بالبكتيريا الحلزونية تسمى H-Pylori قد حصلت منذ فترة طويلة فإن ذلك يتسبب في نمو بطانة المعدة التي قد يكون بسببها قد يتكون بسببها سرطان المعدة ما هي جرثومة المعدة وما هي قرحة المعدة المزمن؟ أهم الأعراض والأسباب وأحدث الطرق لعلاجها نهائيا في هذه الحلقة المباشرة ونسأل طبيبك إذا المشاهدين نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الأرقام الموجودة أسفل الشاشة أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك اسأل طبيبك خلينا بالبداية نشوف التقرير اللي أعدى الزميل الأمجد الكويسي ونرجع لكم تتعرض المعدة للعديد من الأمراض التي قد تتعارض مع إتمام وظيفتها وتسبب شعور عدم الرواعة والإنزعاج والألم للمصاب ولعل من أخطر تلك الأمراض جرثومة المعدة وما تسببه من ضرر بالغ عليها وتعرض جرثومة المعدة بأنها بيكتيريا حلزونية الشكل تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة هذا وتعد جرثومة المعدة أحد أبرز أسباب تقرح المعدة وتنتقل للإنسان عن طريق الأطعمة الملوثة أو المياه والأواني غير النظيفة فضلاً عن الاتصال بلعاب الشخص المصاب أو مشاركته بتناول الطعام معاً حيث تنتشر وترتفع نسب الإصابة بها في المناطق المكتذة بالسكان والتجمعات البشرية العشوائية وفي سياق متصل ينصح الأطباء بضرورة مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية حال ملاحظة مؤشرات وإعراض الإصابة بجرثومة المعدة كألم شديد مستمر في البطن يصل إلى حد عدم المقدرة على النوم أو فقدان الشهية المؤدي إلى نقص حاد في الوزن إضافة إلى الغثيان والانتفاخ وتجدر الإشارة إن أراضي جرثومة المعدة تزداد غالباً عندما تكون المعدة فارغة وقد يشعر المريض بالتحسن بعد تناول الطعام وأخذ مضادات الحموضة لبرنامج اسأل طبيبك أمجل الكبيسي أعزائي المشاهدين خلينا بالبداية نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم استشاري الأمراض الباطنية والقلبية والصدرية الدكتور دشري البستاني أهلاً وسهلاً دكتور أهلاً وسهلاً شكراً الله يحب دكتور حقيقة مثل ما يقول المثل المعدة بيت الداء فخلينا نبدأ نتعرف على المعدة وين صايرة وشنو وظيفتها تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولجمهور قناة الفلوجة ونشكر استضافتكم لتوضيع بعض الحقائق وإعطاء بعض النصائح لعزائنا المشاهدين بالحقيقة المعدة هو الجزء الثاني أو الثالث في الجهاز الهضمي المتكون من الفم والأسنان الذي يلعب دور مهم في بداية الهضم بواسطة المضغ وإفراز السائل اللعابي الذي يعني يرطب المضغة ويؤدي إلى هضم جزء قليل من السكريات فيها والبلعوم الذي يلعب مع اللسان يلعب دور بلع الأكل الممضوغ والجزء الثالث هو المريء الذي على شكل استوانة عضلية تنقل المضغة المبلوعة إلى المعدة المعدة شكله شكل كمثري يتكون من الفندس أو رأس المعدة وجزء الرئيسي الجسم وجزء البوابي البايلورس يسموه وفي الجزء العلوي مع المريء هناك الصمام ينفتح أثناء بلع المضغة وينسد بعد ذلك أو أثناء الشرب والجزء الثاني هو الفتحة البوابية مع الأثنى عشر الذي هو جزء من الأمعاء الدقيقة الذي هو جزء الرابع مع الجهاز الأضمي والجزء الخامس هو القولون والمستقيم والفتحة الشرجية هذا بشكل مبسط ولكن هناك أعضاء أخرى داخل البطن مساعدة للجهاز الأضمي كالبنكرياز كالكيس الصفراء كالكبت هذه كلها مكملة للجهاز الأضمي للإنسان ممتاز طيب دكتور حقيقة نسمع عن جرثومة المعدة ولكن ما عندنا تفاصيل على اللي تسوي فخلينا بالبداية نعرف جرثومة شنوية جرثومة المعدة وين تجي؟ البكتيريا هي بكتيريا شكلها حلزوني بالإنجليزي يسمى هليكوباكتر بايلوري هي حلزونية الشكل مع وجود شعيرات بنهاية البكتيريا يعني تعيش في جدار المعدة والجزء الأول من الدقيقة الاثنين عشر وتتكاثر هناك وتفرز إنزيم يسمى يوريس يقلل من حموضات المعدة ويعني يساعد على يعني تخلقل في جدار المعدة ويعني تحول من يعني يؤدي إلى خدوش في جدار المعدة والتهابات في جدار المعدة ومن ثم عند عدم المعالجة يؤدي إلى قرحة المعدة وقرحة الاثنين عشر طيب دكتور يعني خلنقول العصارة أو المادة الصفراء اللي موجودة بالمعدة هو يقولون قوية وأسد قوي ممكن يعني خلنقول ما تكتل هاي الجرثومة يعني هي البكتيريا تفرز الإنزيم اليوريس الذي تعادل عصارة عصارة المعدة بي حموضة يوصل إلى واحد أو اثنين يعني هذا كافي لحرق كل أو يعني هضم كل ما يبلع أو يؤكل ولكن وكذلك البكتيريا يعني ولكن عندها بسبب إنتاج إنزيم اليوريس يقلل من هذه الحموضة مما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا في جدار المعدة ممتاز طيب دكتور هل الجرثومة ممكن هي الوحيدة اللي تساويدنا قرحة لو القرحة واحد والجرثومة واحد أكو نازد تربط بيناتن أنه أنا عندي قرحة إذا أنا عندي جرثومة يعني هي نقدر نقول تسعين بالمئة من أسباب القرحة هي جرثومة الـ والبقية بسبب استعمال الأدوية والتخدشات وزيادة حموضة المعدة يعني ما أريد يعني أستعمل متعابير طبية يعني هناك مرض يؤدي إلى زيادة إفراز حامض الهيدروكلوري يؤدي إلى تقرحات المعدة هذه يعني يمكن واحد بالمئة من الأسباب ولكن السبب الرئيسي للقرحة هو الجرثومة طيب دكتور أسباب أسباب وجود هذه الجرثومة بالحقيقة يعني كما وضحتم في التقرير هناك الجرثومة تنتشر في الأماكن المزدحمة عند عدم وجود يعني تعقيم للماء عند عدم إعداد الطعام بالشكل يعني صحي وعدم يعني تركي مفتوحا يؤدي إلى تكاثر هذا البكتيريا في الأكل عند عدم وضع نسبة جيدة من الكلور يعني عند استعمال الماء غير منعقم في القرى في المناطق النائية أثناء الكوارث يعني كالفيضانات والهجرة ويعني الحروب الأهلية هذه كلها تؤدي إلى تدمير البنية التحديث الصحية وعدم تعقيم الماء وعدم يعني تحضير الطعام بشكل صحي لذلك نرى بالمجتمعات الدول العالم الثالث نسبة الإصابة ببكتيريا جرثومة المعدة يعني تصل إلى 70 إلى 80 بالمئة بالمقارنة مع بلدان أخرى أقل من 50 بالمئة ويعني لاحظوا أن المهاجرين من دول يعني أوروبا الشرقية شرق الأوسط أمريكا اللاتينية إلى أمريكا هذولا يعني أكثر من 50 بالمئة حاملين لهذه الجرثومة مقارنة بمواطنين أمريكا الأصليين عدد المصابين أقل بسبب تعقيم الماء وتعقيم الطعام قبل استعمال طيب دكتور يعني هل الوراثة علاقة بوجود جرثومة لو ما لها دخل يعني هي مكتسبة أكثر مما هي وراثية طيب بالنسبة للأعمار هل الأعمار الصغيرة ممكن تحمل أقل أو أكثر نقارن يعني الأطفال نسبة الإصابة بهم أقل الكبار لأن بسبب تعرض للماء الغير نظيف والأكل غير النظيف فيعني الطفل الجديد حديث الولادة لأن يعني إذا يأخذ رضاعة طبيعية هذا ما يصير عنده إيج بايلوري صح بس يعني كل ما يكبر يعني يصير عنده احتمالات الإصابة بجرثومة بسبب تلوث الماء وتلوث الطعام أزيد ممتاز دكتور ملخصتك ناخد اتصال عدي اتصال من بغداد فؤاد سلام عليكم أخ فؤاد سلام عليكم يا حبي يا كله يا هلا ومرحبا تفضل سؤالك يا هلا الله يحببك بدون زحمة سؤال للدكتور نعم الدكتور يسمعك تفضل الله يحببك دكتورنا عزيزي بدون زحمة عندي آلام يعني إن أكل أخلي في نفس ساعة ساعة أتأذى من بطني وصير لوي عندي كلش خوي لوي يعني تكرم أروح للتوالية شوية أرتاح نفس الوضعية كل وجبات الطعام يعني صار لها شقد هاي الحالة هاي الحالة صار لها تقريبا فوق السنة قبل عندي مرارة قالوا هاي سبب المرارة شلت المرارة وراء المرارة نفس الوضعية نفس الوضعية زين ده تاخذ أدوية تتحسن فترة تصير زين فترة بعدين ترجع له هو نفس النمط خلي نقول هو يعني قتلت أخذ الأدوية أرتاح عليهم أترك الأدوية ترجع نفس الوضعية ها تمام عندك ضغط سكر شيء نعم لا لا ما عندك أنا موالي 86 يعني ضعني الشبار إن شاء الله صحة وعافية طيب إن شاء الله تسمع الإجابة شكرا جزيلا نعم دكتور يعني ظاهر الأخفاد عنده فتشي مزمن أنه كل فترة يقطع العلاج خلاص يرجع نفس الآلام من يأكل على ثلاث وجبات نعم بالحقيقة يعني الذي عرضه الأخ فؤاد آلام بعد الأكل ولوية والآلام تتحسن بعد الذهاب إلى التوالث هذه يعني أكثر هي آلام القرحة تأتي عند عدم الأكل والجوع تزداد وبعد الأكل بساعتين تتحسن لكن هذه الآلام اللي يعرضها هي آلام تهيوج القولون أو القولون العصبي التي تأتي بعد الأكل بسبب تقلصات القولون وتتحسن بعد الذهاب إلى يعني التوالث بالنسبة للعملية المرارة اللي سواها هناك تشابه بالآلام المرارة وآلام قرحة المعدة وآلام القولون لذلك أغلب الذين يجرون العملية يعني يرون أنه لأن 20% من الناس مصابين بحصوا المرارة وأثناء فحص جهاز السونار للبطن تظهر يعني بشكل يعني الصدفة أنه عند حصو بالمرارة عند إزالة المرارة ترجع الآلام يعني لذلك ينصح أنه تأكيد في تشخيص تهيوج القولون وعدم يعني التسرع في إزالة المرارة لأن وإجراء فحص ناظور المعدة قبل إجراء إزالة حصوة الكلا بشكل علمي هذا هو العلاج لأن أكثر الأحيان آلام تهيوج القولون وآلام القرحة تبقى بعد إزالة المرارة ممتاز إذن يحتاج إلى خلنا نقول ناظور وفحص تشخيص لعدة تحالي نعم دكتور خلينا نرجع للموضوعنا دكتور حقيقة سؤال من الفيس يقول أنه هل نوعية الطعام مثلا الحار خاصة ممكن يعمل لي قرحة أو حتى يسبب جرثومة بالحقيقة يعني الأكلات الدهينة واللحوم الحمراء وأكلات الحارة تستعمل بهارات يمكن أن تؤدي إلى التهاب المعدة وتخدش جدار المعدة وآلام بالمعدة ولكن هذا موضوع آخر هذا موضوع التهاب الحاد للمعدة هذا يختلف عن القرحة بسبب بكتيريا اللولوبية هي آلام مزمنة تسبب آلام مزمنة ولكن هذه آلام حادة ويمكن تجنبها بعدم أكل هكذا أكلات ثقيلة على المعدة إذن يعني خلي نقول هو مالها دخل نعم يعني مو إلى نسبة شبير احتمال يعني هو مصاب بالبكتيريا عنده يعني التهاب مزمن بس يمكن أن نقول أنه القشة التي قسم الضهر البعير يعني هذا الأكل يؤدي إلى ظهور أعراض قرحة ممكن الأكل حارة حاد أكثر بالضبط ممكن الأكل الحارة والأكل به شيء نعم بسبب زيادة لأعراض قرحة المعدة الموجودة أصلا ممكن يؤثر على قولون أكثر يعني تؤثر على المعدة وعلى القول على اثنين على الجهاز الهضم طيب دكتور حقيقة أخذ الأدوية بكثرة خاصة المسكنات نعم بدون طبيب بدون استشارة بسبب أنه والله أنا رأسي يوجعني أو ظهري يوجعني بالحياة اليومية هوا ينتعرض لهذه السوالف وأخذها يعني خلي نقول بدون لا طبيب ولا حتى صيدلاني راح للصيدلية أو راح حتى للمضمد أخذ هذه الأدوية هذه ممكن تسبب بنا بعديا مشاكل في الجهاز الأرض أكيد يعني المسكنات الآلام الغير ستيرودية يعني نسميها هذه تسبب تخدش في جدار المعدة مثل الأسبرين مثل البولتارين بروفين اندوميثاسين إلى آخر هذه كلها تؤدي إلى التهاب معدة وفي بعض الأحيان تؤدي إلى خدش ونزيف بالمعدة لذلك ننصح بعدم استعماله بدون استشارة الطبيب وكذلك عدم استعماله على معدة فارغة لأن يؤدي إلى تخدش جدار المعدة ممتاز طيب دكتور يعني القرحة هي نفسها هي القرحة هي خلي نقول يعني ثقب جدار المعدة وممكن العصارة ممكن تنزل بالبطل زينهاي ما تأثر ما تسوي شيء يعني هي بداية القرحة تعريف القرحة بضبط تخدش بسيط بعد ذلك يعني عصارة المعدة تؤدي إلى التهاب أكثر وتكون يعني منطقة جرح أكبر ويمكن أن تؤدي إلى ثقب ويعني توصل إلى أجزاء أخرى من الجهاز الهضمي يعني إذا لم يعالج لفترة مزمنة لمدة أشهر والسنين طيب دكتور الالتهاب هنا التهاب المعدة أو التهاب الحاد أو حتى الالتهاب المزمن ممكن يسبب أنه قرحة نعم نعم هو يعني أول درجة للقرحة هو التهاب حاد أو التهاب بسيط أو تقرح خفيف وبعد ذلك تبدأ يعني لأن المعدة إلى ثلاث طبقات الالتهاب يحصل بالطبقة الأولى طبقة السطحية بعد ذلك ينزل إلى الطبقة الوسطى بعد ذلك يؤدي إلى يعني الطبقة الرئيسية اللي هي عضلات المعدة اللي تسبب تقلص المعدة والهضم ودفع يعني أكل المهضوم إلى الاثنى عشر يعني يؤدي إلى يعني ثقب في هذا الجزء الخارجي للمعدة ممتاز دكتور عندي اتصال عندي غيث من الموصل سلام عليكم عليكم السلام أخي حياك الله تفضل سؤالك ليث 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 نعم حياك تفضل سؤالك عليكم السلام يا ريت تسمعني من التليفون تحشي عني من التليفون تفضل أسمع السلام عليكم حياك الله شوالك دكتور يا علي بيك وسألت دلج حمار عندي دائما قولاني قولاني ايه والله والتهابي يعني يقولون التهاب قوي في القولاني يعني عثبي يعني التهاب مزمن تقرحي القولاني سوى لك ناظر قولاني يعني بس تقلصات بس ألم قوي يعني ألم قوي يعني بعد الأكل يعني كما قال الأخ قبلك يعني تحسن من تذهب للتواليت أو يعني مع يعني أكلات معينة أو بالأكل يعني والله مرضات منع جوع يصير عندي قولاني بس أبسر الأيام يصير عندي ألم قولاني قوي يعني يعني وأريد بسعف العلاج اللي فيه بسعف زيني صير عندك انتفاخ؟ ايه والله انتفاخ بعد الأكل يعني دائما هو موجود والله دائما تقريبا يعني صار لهجقد هذه الحالة؟ والله صار عندي هاي تقريبا سنة سنة من تاخذ علاج تصير زين لو يبقى الموضوع نفس الشي والله أخذ علاج كولونا حبوب كولونا كولونا يعني ما بتحسن على كولونا؟ والله شوية أتحسن ولكن أفضل 3 يام 4 يام معجي تمام إن شاء الله تسمعي الإجابة شكرا جزيلا نعم دكتور خليف يجوزموا موضوعنا نجاوبه بشكل سريع يعني افتهمنا أنه عنده تهيج قولون وانتفاخ ويتحسن في كولونا اللي هو أحد الأدوية المعالجة لتهيج القولونا والقولونا العصبي احتمالي يعني يحتاج مثلا يسوي سوناري يسوي ناظر معيدة للتأكد يعني كما قلت في بالنسبة للسؤال السابق هو هاي الثلاث أمراض قرحة المعيدة واثني عشر بسبب البكتيريا الحلزونية وتهيج القولون وحصات المرارة هذه يعني ثلاث أسباب رئيسية لآلام المعيدة والبطن والمزمنة لذلك يجب إجراء فحوصات جرثومة المعيدة فحوصات السونار لمعرفة حص المرارة وناظر المعيدة لمعرفة وجود القرحة المزمنة لسبب البكتيريا لذلك يعني يجب عدم التسرع إلى علاج يعني أعراض واحدة منهم وتبقى يعني المريض يشكي لازم نوصل إلى تشخيص والعلاج يكون حسب التشخيص الصحيح للمرأة ممتاز عندي اتصال محمد من الفلوجة السلام عليكم عليكم السلام محمد حياك الله حيا والدوم يا هلا تفضل سؤالك دكتوري من أخذت علاج ماذا قال لك بالضبط شنون 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 فترة فتعالجها وترجع يعني شنون السبب وهل تروح يعني لو تبقى فطريات يعني وين يعني بالبطن فطريات مهم مهم فطريات صغير أكوهيتشي دكتور زين زين شنو أعراضها شنو تحسين شنو يعني مغس تصير مغس بين فترة 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 تصير عندي مغس من سوى التحليل خروج صار عندي فطريات قبل فترة هم سوى صار عندي يعني صار ماتينك لا تصر عندي صار شقد هذا الموضوع صار لها فترة طويلة اي اي لا مو يعني صار هيك سنة سنة هيش أكثر زين تتحسنين تتحسنين نعم تتحسنين على العلاج لو يعني يظل أكو مشكلة أو يرجع نعم أخذ علاج يتحسن نعم وبعدين ترجع اي وينش وراء فترة طويلة طبعا ان شاء الله تسمعين الإجابة شكرا جزيلا نعم دكتور نعم نعم الحقيقة بالنسبة للسؤال الأخ محمد نعم يعني عندها غازات وامساك وقبض سبب الاختناق أخذ علاج ملين وترجع بالحقيقة هذه أعراض تهيج قولون بس الانتفاق وضيق النفس بس احتمال يصير يعني أعراض ارتجاع مريء فيجب إجراء سونار وفحص ناظر المعدة اللي معرفة وجود رخاوة في صمام المعدة والمريء الذي يسبب ارتجاع المريء وتهيج القولون أحد أنواعها هو الإمساك والنوع الآخر هو إسهال بشكل عام يعني جزء من المرضى تهيج القولون يعانون من إمساك شديد وغازات وجزء آخر من آلام مع إسهال لذلك يعني يجب تشخيص المرض بشكل دقيق وإعطاء العلاج والشيء المهم اللي مريض تهيج القولون لازم يعرفه أنه هذا مرض مزمن يحساج علاج مستمر بشكل منتظم وما يتركوا العلاج يمكن يتركوا العلاج ترجع للأعراض فهذه نقطة مهمة لازم يعني يتلافاها الأخ محمد بالنسبة لسؤال أم صابري وجود الفطريات أحد أسباب المغص بالبطن وهناك مضادات للفطريات تأخذ وتسبب تحسن احتمال تسوي إسهال مزمن هذه الفطريات ويعني بعد العلاج يجب إجراء فحص الخروج ويعني رؤية إذا الفطريات بعدها موجودة أو لا لإعطاء كورس آخر وفي بعض الأحيان الفطريات تحتاج كورسات أسبوعية لمدة شهر أو شهرين لعدم رجوعها لأن الفطريات هي أصلاً جزء من المكونات الأساسية الموجودة في العمعاء الدقيقة والعمعاء الغريضة ووجودها ضروري ولكن زيادتها تؤدي إلى إسهال ومغض وألام البطن لذلك هي لها حد معين نعم نعم دكتور نحن وصلنا الأعراض نريد الأعراض لجرثومة المعدة ولكن بعد الفاصل نرخصتك أعزائي المشاهدين خلينا نأخذ فاصل ونرجع لكم خليكم ويانا أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين ذكركم أنه يمكنكم الاتصال والاستفسار عن طريق الأرقام الموجودة أسفل الشاشة أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك أسأل طبيبك دكتور وصلنا إلى حقيقة موضوع حلقتنا هو جرثومة المعدة والقرحة المزمنة وصلنا نريد أعراض أهم الأعراض لجرثومة المعدة أو حتى القرحة أهم الأعراض هي آلام المعدة أو البطن في الجزء العلوي من المعدة وهذه الآلام تأتي أثناء الجوع وتتحسن بعد الساعتين وتؤدي إلى المريض يقعد من النوم من شدة الألم وتصاحبه في بعض المرضى أعراض غثيان وقلة شهية واستفراغ وفي بعض الأحيان القرحة يؤدي إلى نزف المعدة وغثيان دموي وتحول لون الخروج إلى أسود بسبب تحول نزيف المعدة من الفرك إلى فرس أو بالعكس هذا يؤدي إلى لون أسود للغائط الخروج المريض يعني هذه أهم الأعراض ودائما تأتي الأعراض أثناء فترة الربيع وفترة الخريف يعني هذه الصفة المعروفة عن قرحة الاثنى عشر والخاصة نفي بيها تقريباً نعم 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 دكتور بس سؤال من الفيس عماد الأنباري يقول أنه أنا عندي يعني مشكلة بالمعدة أنه أنا ظاهر دياكل يعني أنه مدى يصير لقابلية شهية يعني أنه عنده انقطاع شهية نعم وإي شيء دياكله دا يروح للحمام دا يتقيأ ممكن يعني هنا ممكن أي ميل لجرثومة المعدة لغير شيء بدون ألم نعم فقط انتفاخ وعدم شهية بالحقيقة يعني التقيع بعد الأكل يمكن أن يكون أحد أعراض قرحة الاثنى عشر أو المعدة بسبب التهاب أو انسداد في الفتحة البوابية بين المعدة واثنى عشر لذلك يؤدي إلى ولكن هناك أمراض أخرى تسبب هذه الأعراض يعني هناك الفيروسات في بعض الأحيان التهاب الفيروسية للمعدة وخاصة في الأطفال تؤدي إلى التهاب المعدة الفيروسي والتقيع بعد الأكل وقلة الشهية ونقص الوزن إلى آخرين يعني يحتاج إلى تحاليل ونعذور المعدة لحل مشكلتي إن شاء الله ممتاز دكتور حقيقة أنت ذكرت من ضمن الأعراض يعني أنه ممكن الاسترجاع أو حتى عالم ممكن نربطها باسترجاع المريء أو مرض استرجاع المريء بالحقيقة استرجاع المريء هو مرض يعني آخر يعني بسبب رخاوة في صمام بين المعدة والمريء يؤدي إلى يعني حموضة المعدة تصعد إلى الجزء السفلي للمريء وتسبب التهابات في بعض الأحيان التهابات مزمنة وتقرحاته هناك يعني أحد أسباب تقرح المريء هو ارتجاع المريء وخاصة أثناء النوم وأثناء يعني مارسة الرياضة ويعني حمل الأثقال تؤدي إلى زيادة هذه الأعراض والتريوع هي أحد أعراضي مع حموضة في بعض المرضى يمكن أن تكون الأعراض معها ضيق في التنفس ويعني سعال وأعراض أخرى حتى يعني في بعض المرضى تسبب بالتهاب بالحلق وتؤدي إلى يعني تغيير نبرة الصوت ممتاز طيب دكتور بالنسبة للتشخيص خاصة لجرثومة المعدة يعني ما أدري نسمع عن ينفخ بشيس أو ما أعرفها وهناك ثلاث طرق لتشخيص أولاً هو يعني بريث تيست يعني ينفخ بسبب يعني كاربون أربعين يستعمل يعرف أنه عنده جرثومة المعدة بسبب اليوريز شي اسمه وهناك فحص الكت يعني تسحب أثناء ناظر المعدة جزء من الحامض المعدة أو سائل المعدة وتوضع فيه يعني نقطة معينة تتبدل لون هذه ولكن التشخيص الأكيد هو عن طريق زرع الإفرازات المأخوذة من المعدة وعزل البكتيريا وهناك طريقة أخرى هو يعني زرع في الخروج المريض وكذلك فحص سريع بفحص البكتيريا من يعني الخروج يعني يبين وجود البكتيريا يعني هناك أربع خمس طرق لتشخيص بس مدى الدقة يعني تختلف يعني بعض البحوصات يعني دقيقة مئة بالمئة كالزرع وزرع الخروج وزرع الإفرازات وبعضها يعني غير مؤكية يعني يمكن أن تطلع نيجة تبسية موجودة نعم طيب دكتور بالتشخيص ممكن تحتاج إلى ناظر؟ يعني ناظر المعدة؟ نساعد على معرفة أن هذه جرثومة المعدة هي في مرحلة التهاب أو بسبب قرحة أو مضاعفات أخرى ممتاز طيب دكتور كنزيف مثلا ممتاز المضاعفات التي ممكن تسويها القرحة أو الجرثومة ما هي المضاعفات في حال؟ دعنا نقول الإهمان نعم، بالحقيقة قبل وجود هذه الأدوية الجديدة والمضادات الحيوية والأدوية التي تحدم الحموضة كالبروتون بومب انهيبيتر كانت قرحة المعدة تسبب نزف شديد، تسبب ثقوب داخل الجهاز الهضمي، تحتاج إلى عمليات جراحية، عمليات قص العصب التائه، عمليات ترقيع لثقوب الموجودة بين المعدة والأمعاء والبنكرياس إلى آخره، ولكن الحمد لله بوجود هذه العلاجات الجديدة خلال العقود الثلاثة أو الأربعة المنصرمة وصلنا إلى أن العمليات نادرة تعمل وحتى نسبة التقرحات المعدة قلت، نسبة النزيف، نسبة حدوث ثقوب المعدة والحاجة إلى عمليات جراحية لأمراض المعدة بسبب القرحة وبكتيريا المعدة قلت بنسبة كبيرة جدا يعني هناك مضاعفات ومضاعفات ممكن تصير قوية نعم بس قلت في الآونة الأخيرة بسبب تحسن العلاج بالأدوية والعقاقير وحتى أثناء النزف يستعمل الناظر لوقف النزف لا داعي قبل كانت أغلب العمليات فتح البطن وإيقاف النزف تجرى ولكن هناك الآن لا داعي بسبب تطور الناظر العلاجي للمعدة طيب دكتور، إذن نتفق بالعلاج أن الأدوية هي أهم ما في علاج القرحة والجرثومة دكتور، هل هناك مثلاً، دعنا نقول علاجات بيتية أو أشياء بيتية ممكن نسويها لحين الذهاب للطبيب؟ يعني فتشي إسعافات أولية أخذت؟ نعم، يعني بالنسبة… لو خلص أنه عندك مشكلة، خلص، رحلها يمكن يعني بعض الحبوب المضادة للحموضة تساعد على تخفيف الآلام، تساعد على تقليل الأعراض إلى أن يوصل إلى الطبيبة ويشخص ويجرى الناظر، ونالك حبوب يعني يمكن استعمالها يعني الحبوب التي تقلل من حموضة المعدة إلى آخرية مثل يعني فاموتيدين، الأوميبرازول يعني هذه تعتبر الآن من الأدوية التي تعطى في الصيدليات عن طريق بدون وصفة يعني مضادات الحموضة آمنة، يمكن أن يستعملها إلى أن يراجع الطبيب ممتاز، طيب دكتور، علاجات القرحة أو الجرثومة، ممكن تأثر على مع غير علاجات أو حتى تأثر على مثلا القولون أو تأثر على القلب أو تأثر على يعني هي بعض أدوية مثل الأوميبرازول يمكن لها تفاعلات جانبية مدى مع أدوية أخرى مثل الأدوية المضادة للتخثر لذلك الطبيب المعالج يسأل المريض أنه هل أنت تأخذ فلان يعني عقاقير اللي يمكن أن تسبب خلل وزيادة في عمل الدوائث الثاني أو قلة العمل يعني يحتاج تغيير بالجرع لذلك يعني الطبيب المعالج يسأل المريض الأدوية اللي يأخذها لمنع حدوث تعارض أو تفاعل بين العلاجات المختلفة للمرض الأصلي للقلب مثلا مع مرض المعيدة والبكتيريا الجاتومة المعيدة دكتور عندي اتصال من أم محمد من الأنبار سلام عليكم أم محمد أهلا وسهلا السلام 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 دكتور يا هلا ومرحبا تفضل لي سؤالتش دكتور بس أريد أسأل أندي مقاومة الإنسولين نعم أريد أعرف يعني أعالجها تروح أو تبغي إشان السكر حسنا حسنا هذا هو وقت اكتشفتي؟ أكتشفت فارلي خمس أشهر يعني مقاومة الإنسولين يعني فحص السكر سويتي قالوا يعني السكر مالك احتمال أنتي على الحافة يصير عندي شكر احتمال؟ سكر زيان تراكم زيان بس عندي قالوا لي مغامس الإنسولين نسوي عندي دهن على الكبير نسوي عندي بشراين عندي مجاع نعم مقاومة الإنسولين زيان شنو الأعراض؟ يعني العراض سمنت الطبيب قال لش يعني عندش عراض مقاومة للإنسولين جسمي قام يسمن دكتور يعني سمنت آآ سمنة آآ نعم نعم آآ بتقدي عرف يعني تروح من إعالجها لو تبقى يعني يتضل بالعلاج آآ نعم ما هي وصفوا ليش علاج أمام حمد بالنسبة لي المقاومة الإنسولين والسمن؟ والله منطلني علاج وأنا كان وزني تقريب مني ووش أنا الحمدلله عني بيادتني زيان جقدت العمر؟ ما قال لي دكتوريا ما قال لي يروح أو يروح جقدت العمر؟ خمسة وخمسة تمام إن شاء الله تسمعين الإجابة شكرا جزيلا دكتور أيضا مو موضوعنا بس نحاول أن نجاوبها أخي خون محمد هي تعاني من سمنة مفرطة يعني عسب ما قالت الوزن أكثر من 100 كيلو يعني هذا يعتبر بادي ماس انديكس ماله فوق 30 تحتاج يعني تسوي بهريس تقلل من الأكل هناك أدوية يعني تقلل الشهية يمكن أن تراجع طبيب مختص غدد صم يعني تقلل هناك أدوية يعني تقلل نسبة السكر في الدم همينة تستعمل ببداية السكر أو يعني قبل الإصابة بالسكر وهذا يعني يستعملوها في علاج السمنة ولإنقاص الوزن يمكن أن تستفاد من هذه العلاجات ولكن يعني على الهواء لا يمكن أن إعطاها علاج شافي قبل ما نتأكد من يعني أمراضها الأخرى وإجراف عصات احتمال هي يعني يسعدها سكر على الحافة عفوا دكتور تسأل سؤال محدد أنه هل مقاومة الإنسولين يمكن علاجا نهائيا؟ نعم هناك أدوية تساعد مقاومة يعني تمنع مقاومة الإنسولين الذي يسبب السمنة وهي تستعمل في أمراض السكري والسمنة المفرطة ممتاز عندي اتصال آخر اتصال عبدالوهاب من الأنبار سلام عليكم عليكم السلام عبدالوهاب حياك الله تفضل سؤال عفوا وعندي فرود يطلع أشود بس عيد هنا إذا ماكو زحمة قالوا أكو عندك جرثومة جرثومة نعم حموضة جالي اثنى مرات كثير سوء حظم مرات كثير سعب نعم زين عالجته إذا تأخذ أدوية لا تأخذ أدوية على جتهن أو إذا تأخذ أدوية حاليا لا 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 حاليا كله عمر 89 إن شاء الله العمر كله 89 صحة وعافية إن شاء الله تسمع الإجابة شكرا جزيلا نعم دكتور بس حقيقة الحجي عبدالوهاب نعم يعني من الأعراض عنده التاب معدة وخروج أسود معاناة هذه أحد أعراض نسف المعيدة وحموضة وجالي وسوء هظم وعمره 89 هذه تعتبر هذا العمر يعني ريسكي جروبي يعني أعمار خطر خطرة لا يجب إجراء فحص الناظر يعني وعلامتين خطورة يعني رادي فلاك أكو العمر الله ينطيطون للعمر ووجود احتمال نزف المعيدة فيجب إجراء ناظر المعيدة خلال بضعة أيام أو أسبوع للتأكد إذا هناك نزيف وقف النزيف وعطاه علاج وإجراء فحص جرثومة المعيدة لأن أحد أسباب قرحة المعيدة ونزف المعيدة هو جرثومة لذلك ننصح له بمراجعة الطبيب وإجراء فحص ناظر المعيدة المتوفر في جميع المحافظات والحمد لله طيب دكتور يعني العلاج بالأدوية هل يفي بالغرض نهاياً أو هل يمكن علاج القرحة نهائياً واجرثومة يعني نعم يعني مثل ما أسلفنا بالبداية قبل كان علاج يعني مواضيع قرحة المعيدة والاثنية عشر مشترك بين الباطنية والجراحة ولكن تقريباً استوفت الحاجة إلى العمليات الجراحية والآن علاج نقدر نقول 99% بالأدوية وأدوية فعالة ومضابدات حيوية فعالة ضد البكتيريا موجودة تعطى مع البروتون بومب انهيبيتر الموجودة وهناك عدد مجموعات أنواع فعالة جداً هذه الأدوية المضابدات الحيوية مع أدوية تقليل الحموضة المعيدة تعطى يعني واحد زائد اثنين أو واحد زائد ثلاثة يعني ثلاث مضابدات حيوية مع مزيل أو تقليل الحموضة يؤدي إلى يعني تسعين إلى مئة بالمئة بنسبة إلى نوع الأدوية المستعملة وفعاليتها في المجتمعات حسب الزرع يعني موجود في البحوث العالمية يعني تسعين إلى مئة بالمئة فعالة ما قد الفترة يظل يأخذ علاج؟ يعني الفترة أسبوعاً أزيد شيء وهناك كورسات أسبوع لكن الكورس الفعال هو أسبوعاً ممتاز طيب دكتور الناس أو الأشخاص اللي يصير عندهم جرثومة ويعالجوها نعم يكونون معرضين أكثر أنه يعيد ينعاد عليهم هذه الجرثومة أو تنعاد عليهم هذه القرحة؟ إذا البكتيريا الموجودة فيه المعدة هي يعني أدها مقاومة للمضاد الحيوي المستعمل احتمال ترجع أو أن تكون غير فعالة ولكن هذا أهم له علاج يعني علاج بأربع أدوية أو تغيير مضاد الحيوي لأن احتمال أكو مقاومة لبعض المضادات ولكن أدوية جديدة دائماً تستحدث هذه البكتيريا غير مقاومة لها ويمكن يعني إعتاع علاج فعال وناجع طيب دكتور خلي نقول متى نلجأ إلى الجراحة؟ ممكن يعني خلي نقول نلجأ للجراحة وإزالة الجزء المتضرر إذا كان قرحة أو حتى يعني قرحة قوية صار أن نثقب في الجدار الحالة الوحيدة الآن يعني في هذه الظروف أنه إذا تحولت القرحة المعدة إلى سرطان المعدة لا سامح الله وذلك الوقت نحتاج إلى إزالة الورم وإعطاء علاج كيمياوي وإجراء عمليات إصال للمعدة جزئية أو كلية حسب قرار الطبيب المعالج أثناء العملية يقرر وحقيقة دكتور هواني هذا السؤال الذي عندي أنه يقال أنه من أسباب سرطان المعدة الرئيسية هي جرثومة المعدة حتى القرحة؟ نعم نعم أحد أسباب سرطان المعدة هو قرحة المعدة وأهم سبب لقرحة المعدة هو جرثومة الإش بايلوري لذلك يعني بشكل يعني بشكل عكسي جرثومة المعدة تسبب سرطان المعدة ولكن نسبة أقل من يعني قرحة المعدة وإذا حصل هذا يعني آخر الدواء الكي يجب إجراء عمليات إصالة دكتور بشكل سريع أخي عبد الله يقول عبرته العلاج مال استرجاع المريء فبشكل سريع استرجاع المريء استرجاع المريء يعني هم نفس العلاجات مال اللي يتقلل من حموظة المعدة وننصح المريض أنه بعد ساعة تسعة أو يعني يتعشخ فيه بعد ساعة تسعة ما يأخذ أي شيء مع عدل مي ويخلي مخدة عالية جوا راسه يعني يستحسن على مود تقليل من عراض إرجاع المريء بالليل على مود مي قاعده من النوم ويعني السمنة والسقائر والحزام الشديد ربط الحزام الشديد هو أسباب التي تزيد من يعني ومشروبات الكحولية يعني هذه هم من الأسباب اللي تزيد أعراض إرجاع المريء فلازم يتجنب طيب دكتور الناس اللي عندهم قص معده لأغراض الرجيم أو لأي سبب كان هل يكونون عرضة لإحتمالية وجود قرحة أو أكثر من البقية له؟ احتمال هو يعني أي يعني تعتمد على نوع يعني هناك عمليات يعني خياطة تصير في قص المعدة هذه الخياطة مكان الخياطة يمكن أن يصير بيها قرحة يعني أحد أسبابها وأي يعني تغيير في فسلجة أو وظيفة المعدة أو الجهاز الهضمي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفة ممتاز حقيقة دكتور أنا أريد أول شي نصيحتين أول شي أريد نصيحة بالنسبة للأكل خلنا نقول المفيد أو الصحي للمعدة وبعدين أريد النصيحة الثانية الناس اللي عندهم أشكر نعم بالنسبة يعني هي كما بدأنا بداية الحلقة المعدة بيت الداء والحمية تراس الدواء فالحمية والأكل الخفيف وتوزيع الوجبات إلى وجبات خفيفة يعني بداية ثلاث وجبات إلى خمس وجبات أو يعني تقليل من الوجبات وأخذ وجبات خفيفة من الفواكه والسوائل والحساء الشربة يعني يؤدي إلى تقليل من عراض المعدة والتقليل من واستعمال الماء النظيف طبعا يعني الأكل النظيف هذه كلها تمنع من انتشار جرثومة المعدة المعدة والتقليل من حالات التهاب المعدة وقرحة الـ 12 إن شاء الله طيب دكتور أريد نصيحتك الأخيرة للناس اللي عندهم مشاكل بالمعدة قرحة قديمة أو حتى جرثومة قديمة ويعني مرات دا يهملون الموضوع أنه يعني تجي يومين ويعالج الموضوع ويهمله وخلاص وده تنعاد عليهم شون تنصحهم؟ بالحقيقة يعني أهم شي هو الحمية يعني بالنسبة للمرضى وتجنب الأكلات المخدشة المعدة تجنب المشروبات الطاقة تجنب الأكلات الحارة يعني نقصد البهارات وهذه ويعني حتى الشاي الحار أو الحساء الحار يؤدي إلى تخدش في المريء يعني أحد انتشار سرطان المريء في شمال العراق هو احتساء الشاي الحار يعني يعزى إلى ذلك لذلك يعني يجب أن تكون الجسم لا يتحمل التعرض إلى حرارات عالية يعني لذلك يجب مثلا تبريد الشاي ولو يعني البعض يحب يعني المناطق الباردة يخبر الشاي حار يعني يستحسن أنه يعني الشاي أو السواء الحساء الشوربة تكون دافئة حتى الماء البارد يسبب تخدش بالمعدة والمريء يستحسن أنه المي حرارة اعتيادية أو مي دافئ يستعمل عشري دكتور إزال المشاهدين وصلنا إلى الختام نعتدر أن كل الناس اللي اتصلت ونواسعفنا الوقت للرد عليهم يقدرون يرسلون على صفحتنا على الفيسبوك اسأل طبيبك شكر أولا لاستشاري الأمراض الباطنية والقلبية والصدرية الدكتور ديشري البستان شكرا جزيلا دكتور شكرا لوقتك شكر لكم أيضا أحبة المتابعين على كرم الاستماع والأصغاء يقولون إذا أراد الله شيئا تعطلت قوانين الطبيعة فحينئذ البحر لا يهرق والنار لا تحرق والجبل لا يعصم والحوت لا يهضم والعذراء تلد لا تقل مستحيل فالله قادر على كل شيء إلى أن نلتقي في المسبوع القادم تقبلوا تحياتي أنا أحمد العاني فيما الله